كمان احنا عندنا ارقام عسامة محتاجين نعف عندها احنا لازم نقول ان المهمة صعبة بالتأكيد ولكن يعني جبنا ارقام من اخر تلات مواجهات لفريق منترية فاز في المباراة وتعادل في مباراةين المباراة اللي تعادل فيها كانت هي ربما هي الاقوى امام كروزازول لما كان مغلوب 2-0 وتعادل 2-2 بس وضحت لنا فكرة منظومة الضغط في فريق منترية وازاي احنا نلعب اصاده دي طبعا المواجهات مع الثلاث فرق فريق كروزازول ده الضغط العالي اللي بيعمله منترية اللي بيتميز به جدا في فكرة او اثناء تحضير الفريق المنافس للكرة الضغط العالي ليه لا الصورة اللي قبلها الضغط العالي منترية ايوها دي كروزازول 13 مرة كان بيحاول بناء الهجمة في المباراة او في مواجهة فريق منترية ثلاث مرات فقط لغير اللي قدر يتدرك بالكرة بدون ضغط الضغط كان 10 مرات ده البريسنج تيم او تيم بريسنج بتاع فريق منترية 10 مرات كان الضغط العالي 5 مرات نجحه في كم مرة نجحه في 4 مرات لما بيحصل له بريس من فريق منترية كان نجاح او نسبة النجاح اقل بشكل كبير جدا 3 مرات حتى في مباراة فارس كويرتارو فريق المنافس عمل 19 مرة محاولة بلدب 4 مرات فقط لغير اللي طلع بيهم بدون ضغط وده بيقولك قد ايه سياسة منترية الضغط العالي ده موجود عندهم جدا في اي محاولة للتحضير عندنا هيكون يقابلها ضغط شارس جدا امامي او ضغط عالي 15 مرة 4 ضغط عالي 2 النسبة 50% 11 لوبريس 5 فقط لغير المباراة التانية يعني كاسا 40 مرة حاول يعمل بالضبط 14 مرة كان بدون ضغط 26 مرة بالضغط الضغط العالي 10 برضا 40% من المحاولات نجحت و 16 مرة لوبريس كانت 5 لما نروح لفريق منترية وبيعمل اللوبريس امام نفس المنافسين ونركز هنا على طبعا الهاي بريس والهاي بريس سيكس فول اللي هو النجاح واللوبريس واللوبريس ده اللي ممكن نركز عليها فارسة امام كروزازول 6 مرات كان بيضغط فريق كروزازول بينجح مرتين فقط لغير 7 مرات الفريق آخر بينجح مرة واحدة نكاسا 11 بينجح مرتين يعني مع كل ضغط عالي بيتعمل على فريق منترية بيقدر يطلعه بالهجمة ايه مشكلة فريق منترية هي الفكرة دي اللوبريس 8 مرات كروزازول كان بيضغط متأخر بينجح 4 مرات 11 مرة 2 5 مرات 3 اذا من وجهة نظري ان فكرة التحضير لازم تكون حذر جدا لان فريق منترية عنده ضغط عالي بيعمله بشكل كبير جدا ما بيسبكش ان انت تبدأ الهجمة او تتدرك بالهجمة لمناطق الخطور عنده وبالتالي بيقدر يستخلص الكرة في نصف ملعبك فلازم اننا نلعب على اننا نقل القرى فاقل عدد لمسات لنصف ملعب فريق منترية لما بيغيب عنهم كمان منترية ممكن منظومة الضغط او اللوبريس عند فريق منترية اقل بكتير من منظومة الضغط العالي عند فريق منترية دي لاحظناه في التلات مباريات كمام ثلاث مفسين متدرجين القوى فتجعلين حازرين جدا واحنا بنعتمد على بناء الهجمة برغم ان النادي الاهلي هو بيلعب بالفريق الاول كان بيقدر يبني الهجمة بشكل صحيح لما لعب حتى بقطاع النشئين في كاس الرابطة قدر يبني الهجمة وتدرك بها بشكل صحيح ولكن لما يكون عندك منافس بيتميز بالضغط العالي لازم تكون حازر وحازر جدا كمان اكيد يا عسامة وارقامنا مش هتوقف عند ارقام خاصة بطريقة منتري في توزيع الضغط داخل الملعب كمان عندنا ارقام تانية هنرجع لها